أحب أشكر رئيس وأعضاء ومنتسبي جمعية المحامين على إقامة هذه الندوة وهذا ما هو شيء قريب على جمعية المحامين دائماً يعني تتصدى للحريات ولمصلحة المواطن ومصلحة البلد وهذا دور المجتمع المدني اللي حنا نتمنى ونتمنى أن يعود مرة ثانية يعني أن يكون له كلمتها في المجتمع وفي البلد في جميع المجالات وليس فقط في السياسة أنا حاب أن أطلق من مادة ستة بالدستور الكويتي أن نظام الحكم ديمقراطي والديمقراطية هي الرأي والرأي الآخر والديمقراطية هي تقبل الآراء جميحة وتعدد الأفكار فاليوم نحن عندنا في البلد هناك آراء تحجر وهناك آراء أيضاً يتم المحاسبة عليها وهي مجرد آراء من غير تجريح ولا هي من غير تجرد ولكن اليوم هي الآراء والرأي العام وتحرية التعبير هي الحجر الأساس للديمقراطية ولا يمكن أن يكون مجتمع متطور إلا أن يتقبل الرأي والرأي الآخر لكن اليوم أنا أحب هم أني أعود وارجع إلى التاريخ واليوم إذا أنت بتبني مستقبل لابد أنك أنت تقرأ التاريخ إحنا اليوم الله رزقنا حكومة ما تقرأ التاريخ ولو أن تقرأ التاريخ راح تؤمن بتعدد الآراء